اختيارات بقى إدارة الحوار الوطن وهي مهمة أعتقد أنها من المهمات الأصعب على طول الخط في صدى إيجابي عظيم جداً لاختيار قيادة إدارة الحوار الأحزاب المصرية مجتمعة بعد إصدار قرار من الأكاديمية أو بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب معظمها أو كل الأحزاب الوطنية بدأنا كده بتوافق حقيقي على شخصية وطنية مصرية هو الأستاذ دياء رشوان نقيب الصحفيين كمنصق عام للحوار الوطني الأحزاب اللي أعلنت بيانات هذا التثمين وهذا الترحيب الأستاذ دياء رشوان حزب مستقبل وطن، حزب إرادة جيل، حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب المصرين الأحرار، الأحرار الدستوريين حزب الإصلاح والنهضة، حزب التجمع، حزب المؤتمر، حزب العدل والعديد من الأحزاب اللي كلها قالت خير، إحنا جاهزين، إحنا موجودين وإحنا على مائدة الحوار إذا دعينا لذلك وجميع الأحزاب ندعوها لذلك خلونا نمسي على سيادة النائب تيسير موتا، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ أهلا بك سيادة النائب أستاذ أزيلة، حضرتك، أهلا بسيادة جيل أهلا بك إحنا في كلامنا عن الحوار الوطني، مدركين تماما أنه الأحزاب السياسية المصرية هم فاعل رئيس في هذا الحوار كلمني عن استقبالك أولا للحوار الوطني من أول قرار الرئيس بالإعلان عن الحوار الوطني وحتى تنسيق وجود الأستاذ دياء رشوان منصقا عاما للحوار ومستشار محمود فوزي كأمين عام لتفاصيل الإدارية الكتير الحقيقة أنا بس في البداية أشكر حضرتك على المقدمة المحترمة اللي حضرتك قلتها لأنها لمت كل الاتجاهات ولمت كل المحاور اللي ممكن نتكلم فيها عن الحوار الوطني الحوار الوطني ابتدى بالفعل من أول مساعدة الرئيس أعلن عنه في إفطار الأسرة المصرية الحوار الوطني هو زي ما حضرك قلت مجموعة من الناس بنتبادل أفكار أو بنتكلم حتى نعرف بعض يعني اتكلم عشان أعرفك تكلم حتى أراك صح بالضبط يا فندم الحوار الوطني لكل الأطياف لكل الفئات كل الأحزاب الرئيس قال الحوار لا يبسد للوطن قضية ده كلام كبير معناه أن احنا لازم نتحور من أجل الوطن مش من أجل الاختلاف أو من أجل الظهار القوة أو غيره بالعكس احنا عايزين نتكلم من أجل المواطن من أجل مستقبل بلدنا من أجل استمرار التنمية من أجل أن احنا نوضح أن احنا مش منقع عن العالم الحوار الوطني بيشمل كل المحاور اللي ممكن نتكلم فيها في حياتنا اليومية أنا بشكر حدتك شكرا جزيلا ده عنوان مهم جدا وأعتقد أنه الحديث عن المحور الاقتصادي ده أكيد جزء رئيس وسيادة رئيس لما كان بيطلق أصلا الحوار الوطني يتكلم عن مشاركة حقيقية وتغيير حقيقي في شكل الاقتصاد المصري في وجود القطاع الخاص يعني حتى ذكر الرغبة في التغيير ورغبة في الاستماع لأفكار جديدة حتى فيما يخص الاقتصاد المصري هي بالتأكيد واحدة من المحاور المهمة جدا